احتفل عدد من مكاتب الدفاع المصري بالخارج بالذكرى الحدية والخمسينة لانتصارات أكتوبر المجيدة وخلال الفعليات تم استعراض المسيرة الحضرية للجيش المصري عبر التاريخ ودوره الباسل في استعادة الأرض وإقامة السلامة احتفلت عدد من مكاتب الدفاع المصري بالخارج بالذكرى الحدية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وخلال الفعليات تم استعراض المسيرة الحضرية للجيش المصري عبر التاريخ ودوره الباسل في استعادة الأرض وإقامة السلام وهو ما تم تكسيده عمليا في نصر أكتوبر العظيم فضلا عن استعراض مهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للذود عن الوطن وصون مقدساته كما تضمنت الاحتفالات عرض أهم الإنجازات التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية الشاملة في مختلف المجالات وأكد ملحق الدولة المصرية بالخارج على أن هذه الاحتفالات تعكس عمق العلاقات العسكرية المشتركة مع دول الاعتماد وعارب عدد من أبناء الجاليات المصرية المشاركين في الاحتفالات عن اعتزازهم بانتصارات أكتوبر المجيدة أنا فاكر اليوم اللي مصر عبرت في القناة كان يوم تحولنا من اليأس للأمل من الضعف للربع الأمل والقوة والفخر اللي جيش المصري يحطوا فينا لما عبر القناة لسه مستمر معنا لغاية دلوقتي احنا بنتخب بالجيش المصري ودلوقتي الجيش المصري أقوى من 73 إبطاء عشر يوم عظيم جداً ويوم فارق في حياتنا كلنا كمصري في ذكرى أكتوبر المجيدة وإحنا بنحتفل بانتصارات أكتوبر كل سنة كعادتنا وهنفضل نحتفل دايماً فإحنا بنحتفل بسبب شهداءنا شهداءنا اللي ضحوا بأرواحهم واختلطت دماغهم بتراب سينة علشان إحنا دلوقتي نعيش الفرحة اللي احنا عايشينها ونعيش دايماً فخورين ودرسوا راسنا مرفوعة على مدى السنة